تتعاضم مظاهر التغير المناخي في العراق وتتسبب بأزمات اجتماعية ذات أوجه عدة من بينها النزوح من مناطق جفت فيها المياه كالأهوار جنوبي البلاد والقرى القريبة من الأنهر في محافظة ديالا شرقي البلاد فضلا عن نفوق الحيوانات وارتفاع معدلات درجات الحرارة والحالات المتطرفة للطقس التي لم يرى العراقيون مثيلا لها من قبل وهو ما حدا بوزير البيئة نزار آميدي إلى القول إن العراق يمر بأزمة حقيقية المراكز المعنية بشؤون البيئة تؤكد أن ندرة المياه وتلوث الهواء أبرز تحديين يواجهان العراق ويوضح مرصد العراق الأخضر أن البيئة العراقية تعاني الأمرين خلال السنوات الأخيرة والتحدي الأبرز هو ندرة المياه حيث أثر نقص المياه بشكل كبير على زراعة الأشجار المعمرة والتي تعمل على صد العواصف الغبارية إلى جانب تلطيف الأجواء ما أدى إلى هبوب نحو أكثر من مئة عاصفة خلال سنوات الجفاف السابقة تسببت بالتهابات خطيرة لدى المواطنين خصوصا مرضى الربو المرصد أوضح أن العراق يعاني بشكل واضح من تلوث الهواء إذ تعد بغداد ثاني أكثر العواصم تلوثا في العالم ويقول ناشطون في مجال البيئة إن الوضع البيئي والمناخي المتردي يؤدي تدريجيا إلى أزمات اجتماعية وأمنية وتغييرات ديمغرافية كبيرة وخطيرة في العراق مشيرين إلى أن الإجراءات الحكومية لا تزال ضعيفة في مواجهة تلك المخاطر على الرغم من تسببها بهجرة آلاف الأسر من مناطقها بالإضافة إلى نقص في الغذاء وتراجع في المستوى الاقتصادي ناهيك عن أزمات نفسية كثيرة خلفتها هذه الأزمة في المجتمعات الفقيرة ويواجه العراق انخفاضا كبيرا في مستوى مياه نهري دجلة والفرات فضلا عن شح الأمطار كذلك سبب ارتفاع درجات الحرارة تزايد نقص المياه عاما بعد آخر ما يجعل البلد من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي الواضحة وفقا للأمم المتحدة